تبدأ قبل أيام وتستمر بعده بأخرى هكذا هي بهجة عيد الأضحى وطقوسه في المغرب فهو ليس فقط شعيرة دينية تحمل معاني الإيثار والتضحية بل عادات اجتماعية مترصخة وأحد مظاهر التفاخر وفرصة أيضاً لسيدات ليظهرن مهاراتهن في إعداد أطباق يقتنين لأجلها خلطات بهار شهيرة بمكونات ومقادير دقيقة رأس الحانوت، الخرقم، ليبزار، سكين جبير بطبيعة الحال في فلاح ومرا وكامون ومهمت المساعدة التي تحتاجها بزافة الأكثر إذا كانت مع النساعدة تشار ميلة مع بصلاة مع هذه وعدي هناك خلطة فيها العشاب مجموعين فيها الورد، فيها القرنفل، فيها القوزة فيها سي بيسة، فيها نويورة، فيها قعقلة فيها كله يدار القوزة فيها بزافة الحويج يدارون فيها بزافة أطباق اللحوم الشهية لا تلغي حضور الحلويات والفطائر فطيلة أيام عيد الأطحى تجد نافعة فرصة جيدة لجني مدخول جيد من بيع الفطائر التقليدية تعينها على مواجهة تكاليف الحياة والغلاء الحمد للعيد، نحن دايماً مواكلين والحمد لله، ماشي مواكلينوش، ولكن هادشي ديال المسمان وهادشي عليه إقبل ولكن الناس في حال دبك أنك ندعى بجدراهم دبك جدراهمونس، تيجي الواحد يقول لك على جديري لها جدراهمونس، وخحنا مضرورين وكارين، ولكن هادشي لكين عيد الأطحى هو عيد مكلف مادياً ولكنه لا ينحصر في هذا المجال بل المغاربة اعتادوا على أن يضحوا بأموالهم وكل مدخراتهم من أجل أن يعطوا لأنفسهم فرصة الفرحة بالعيد والاحتفال به في أبهى الحلال عيد الأطحى أو العيد الكبير كما يسميه المغاربة صلة أرحام وصلح وتزاور وكما تنشط حركة الأسواق والسفر يحضر أيضاً اللباس التقليدي من قفطان ومن جلباب وجبادور مما يحرص المغاربة على ارتدائه بعد الدبح وأيام بعد العيد تواكب أنامل الصانع التقليد المغربي بهجة العيد كما يظهر في أسواق مدينة سل العتيقة التي تعرف رواجاً خصوصاً حين يحل العيد صيفاً موسم الأفراح والأهراس لعيد الأطحى هذا العام طعم آخر بعودة الجالية المغربية المقيمة في الخارج بعد انقطاع في سنتي الجائحة فهو يوم للفرح والبهجة بقوة العرف والتقاليد وإن كان ثمن ذلك سلف وقرود فلن تكدر صفوه موجة الغلاء في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية فاطمة بوغنبور الحرة الرباط